أهلاً وسهلاً بحضراتكم حادث أليم وقع منذ قليل حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابا شمال الجيذة ونتج عن هذا الحريق مصرع شخص وإصابة حوالي 55 أخرين وعلق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الحريق وتفاصيل أكتر عن هذا الحادث الأليم وتصريحات سيادة الرئيس هنتبعها حالاً مع حضراتكم اندلع حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابا شمال الجيذة وأصفر الحريق عن وفاة شخص وحدوث إصابات لآخرين وصل عددهم ل55 وإطلقت شرطة النجدة في الجيذة بلاغ أفاد باندلاع حريق داخل الكنيسة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء على الفور إلى موقع الحريق لسيطرة عليه وإخمده كشفت التحريات الأولية في الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخرين وجاري السيطرة على الحريق وأخمده من قبل قوات الحماية المدنية في الجيذة وتم الدفع ب30 سيارة إسعاب لموقع حادث الحريق وتم نقل 55 حالة إلى مستشفى إمبابا العام والعجوزة وطبعا جاري التعامل مع الحالات المصابة وكذلك حالات الوفاة وطبعا علق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيثي على هذا الحادث وأعلن أنه بيتابع عن كثب كل تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيذة وكتب سيادة الرئيس عبدالفتاح السيثي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك وتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيذة وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وأثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وأكمل سيادته حديثه قائلا أتقدم بخالص التعاذي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه تم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيذة والقاهرة مشيرا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين ونوه سيادته نوه طبعا الدكتور حسام عبدالغفار أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الثامنة صباحا وسبعة وخمسين دقيقة يعني حوالي الساعة تسعة صباحا وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إنبابة ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الثامنة وتسعة وخمسين دقيقة يعني ما فيش دقتين من وقت وقوع الحادث كانت أول سيارة إسعاف موجودة في موقع الحادث للسيطرة على الحريق وبعدها توالى وصول باقي السيارات هاني دي سرعة في التحرك طبعا لتفادي أي إصابات أكثر من ذلك في هذا الحريق الهائل وصراحة نرجع نفكر حضراتكم تاني أن هذا الحريق اندلع صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة وسبعة وخمسين دقيقة في كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إنبابة شمال الجيزة وأصفر عن وفاة شخص وحدوث إصابات لخمسة وخمسين آخرين وذي كانت تفاصيل هذا الحادث الأليم وطبعا بنتمنى الشفاء لكل المصابين ورحمة الله على المتوفين في هذا الحادث وطبعا هنكون في متابعة مستمرة مع حضراتكم لهذا الحادث الذي وقع منذ قليل وأي تطور هيحصل هنكون في متابعة مستمرة ليه مع حضراتكم من خلال موقع صد البلد شكرا لكم وتعزينا لكل المتوفين وطبعا تمنياتنا بالشفاء لكل المصابين في هذا الحادث الأليم شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء